موسيقى خوية برئيس دكتور طالد ما هي المرجعية اليوم التي تعتمدها المغريفة التشريعات والقوانين كان واحد الإشارة الدستورية التي هي الفصل الثالث من الدستور أن دين الدولة هو الإسلام ف يعني كسبق إمارة المؤمنين هي كما قال مالك في الخطاب لا أحل له حراما لا أحرمه حلانا بالتالي بما أن هذه المسألة التي تحكم فهذه تكون كانع من المرجعية النهائية لكن البرلمان في سن القوانين دياله في الواقع لا ترجع لمسجلس العلمي الأعلى مثلا في كل قانون قانون ولذلك نرى بداية الاحتلال 1912 1913 قانون الانتزامة العقود مباشرة الفلوس المادة كيف يحكم قانون الانتزامة العقود؟ يعني المرجعية المرجعية التي جاء بها المحتل الفرنسي لذلك فبالتالي من الذي جاءنا لهذه القانون الانتزامة العقود مثلا في واحد القضية لدينا أن الجوج المتعاملين شخصية ذاتية لا يستطيع أن يقوم بها لكن مع شخصية معنوية ممكن وهذا فتح الباب البنق والذي جاءت الخزيرات إلى غير ذلك فبالتالي نشوف أن الواقع الواقع ما يرجعش دائماً للمرجعية اللي هي المرجعية الإسلامية في التفاصيل القوانين فكمنظومة ولذلك قد نقول أنا كان واحد نوع من الاختلاط كان واحد نوع من المزيج بين المرجعية النظرية اللي هي المرجعية الإسلامية التي أسست للدولة والواقع اللي نباثق من مجموعة هذه الأشياء اللي سنها مثلاً المحتل الفرنسي فمثلاً اللي نشوف العلاقات خارج إطار الزواج هي تجريم متفق مع الشريعة الإسلامية كونها جريمة ولكن العقاب غير تغير فبالتالي نشوف نوع من المزج بين واحد الممارسات اللي هي جابها المحتل الفرنسي واحد النظريات اللي هي متجدرة في الدولة المغربية اللي هي لا يمكن أن نقول أن الدولة يعني علمانية هكذا نظرياً وتطبيقياً لأن تحليل الحرام وتحريم الحلال غير ممكن نظرياً غير ممكن نظرياً كي بقى التطبيقات فيها مجموعة هذه الأشياء وكما قلنا يعني مثلاً البرلمان الملكي سن القوانين ديره ما كرجعش دائماً يعني الأصل أنه ما كرجعش المجلس العلمي الأعلى بالنسبة القوانين ولكن في الدصر لا يمكن أن تتناول الأحكام المتعلقة بالدل الإسلامي من طلب إي حزب سياسي لا طبعاً يعني لا يمكنك حزب سياسي تقدم بمقترحات تتمسي الدل الإسلامي طبعاً هذا المسألة يمنعها ولكن لكي تشوف حزب سياسي مثلاً يدير قانون المالية ويوفق عليه جميع الأحزاب وقانون المالية مثلاً في إطار الاقتصاد يعني فيه اقتراض من البنك الدولي فيه اقتراض من الأسواق المالية فيه يعني أشياء تتعلق بالريباب بالميسير مثلاً بالطبغ بالخمر بالغارة يعني هذه أشياء اللي الواقع سارية في الواقع ولذلك في حلم اللي تشوف مثلاً الأماكن اللي يبع فيها الخمر هو نظرياً تبع لمن؟ الأجانب الأجانب ولكن اللي تشوف واقعياً تبع لمن؟ فهناك يتكون لا ديسونونس كوغنيتيف واحد الفصل واحد الفصام بين الأسس هذا الأسس لماذا تراجعها؟ الهوية والكنه الذي تأسست به الدولة المغربية اللي هو الهوية الدينية اللي هي البيعة واللي هي يعني إمارة المؤمنين والسلطان والبيعة إلى غير ذلك والأحكام الشرعية فالبيعة تقوم على ماذا؟ تقوم على أن السلطان ستكون مثل الدولة والمواطنين ويحكم ويحميهم في مقابل أنه يحكم بالشريعة أنه يحكم على سنة الله ورسوله فلكن كان الفصل ووحد الانفصام ما بين النظري في بعض المجالات والتطبيق